كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كترأس اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات وخلال الاجتماع كشفت الحكومة عن تنفيذ حزم تمويلية بقيمة 13.7 مليار دولار من شرقاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين والتي تعمل على تعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات كما تسهم في تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب دعم خطط التحول إلى الاقتصاد الأخضر كما وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الأدمان وإعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطي كما وافق على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية كما اعتمد المجلس الآليات الخاصة بمحفزات انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة وكذا محفزات حصول الموظفين على وحدات سكنية سواء في مدينة بدر أو بالحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة ترجمة نانسي قنقر